في غنون ذلك تتواصل احتجاجات ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة ضد قرار مجلس الوزراء فرض الإغلاق الصحي العام في الفترة من الثامن إلى الرابع والعشرين يناير المقبل مؤكدين رفضهم الحلول المقدمة والتعويضات النقدية المظاهرة التي بدأت أمس أمام البرلمان انتقلت صباح اليوم إلى ميدان الاستقلال وسط كييف حاول المتظاهرون نصب الخيام في الميدان لكن الشرطة منعتهم فاندلعت مواجهات أصيب على إثرها أربعون شخصا حتى الآن ويطالب المتظاهرون بإجراء إصلاحات في النظام الضريبي ورفض إدخال نظام الفواتير الضريبية ووقف عمليات التفتيش واعتماد مشاريع قوانين تراعي مصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة